لماذا لم يهدم أحد القباب والمراقد قبل محمد بن عبدالوهاب لأن الجهمية كانوا هم المسيطرون الأشعرية والقبورية كانت بيده من السلطة كان الحكام يحترمون بل كان الحكام يتبننوا هذه المسألة الحكام هم الذين كانوا على مذهب القبورية من الذي يستطيع يهدمه أنت تستطيع الآن مثلا أن تذهب إلى ديسكو في بلدك وتغلقه تستطيع أن تفعل ذلك؟ لا تستطيع حتى يكون هناك حاكم يوافقك على دعوتك فيغلق هذه فإذا جاء بعد مثلا مئة سنة واحد وكلم أحد الحكام واهتدى ذلك الحاكم وقرر أن يغلق الديسكوهات فسيأتي واحد يقول لماذا لم يأتي أحد من العلماء يغلق الديسكوهات قبل فلان؟ هذا كلام فاسد ولم يأتي أحد من العلماء يغلق الديسكوهات قبل فلان؟ ولم يأتي أحد من العلماء يغلق الديسكوهات قبل فلان؟ ولم يأتي أحد من العلماء يغلق الديسكوهات قبل فلان؟